اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة حرص مملكة البحرين على دعم التكامل السياحي بين الدول العربية وزيادة معدلات السياحة البينية بما يرفع من مساهمة القطاع السياحي في التنمية الوطنية في هذه الدول ويعزز من التكامل الاجتماعي والثقافي والتاريخي بين شعوبها جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العربي الذي يوافق الخامس والعشرين من فبراير من كل عام تمضي وزارة السياحة قدما في إبراز مكانة مملكة البحرين كمركز سياحي بارز الأمر الذي يخلق آفاقا وعدة لازدهار القطاع السياحي وتنشيط وتعزيز دوره في التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في ضوء استراتيجية السياحة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 هذا وتضع وزارة السياحة مسألة النهوض بالسياحة العربية على أجدة عملها لدى مشاركتها في مختلف الاجتماعات الإقليمية والدولية في مختلف الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلاة بالشأن السياحي وبما يسهم في تعزيز التكامل السياحي العربي فهناك الكثير من المجالات الرحبة لتعزيز العمل السياحي العربي المشترك بما في ذلك التعاون في مجال التسويق السياحي وتدريب الكوادر العربية في القطاع السياحي وجذب الاستثمارات السياحية للمنطقة العربية ومواكبة التحول الرقمي في مجال صناعة السياحة والترويج للمواقع والمقاصد السياحية في الوطن العربي والابتكار السياحي عاما تلوى الآخر تؤكد مملكة البحرين مضيها في تعزيز مكانتها كوجهة مثالية للسياحة المستدامة في ظل تنوع خدماتها ومنتجاتها السياحية تغفاء難 منتجاتها السياحة المشترك هذه الفيصة layer